أنا أُنسي طريف عندما طلبوا مني أني أحكي وأنا جاي مهر أول طلبوا مني هلولي أسأل إدارة مكابي ليش الكاركيسة الأربعية قلت له والله غير أسأل سألت غاجب هلولي غاجب يعني بس معني مهر فقول إنه أنا لبيت شو طلب مني وسألي شو طلب مني شكراً بأسم الكل على الإستضافة تبعتك الله يخليك والله يديمك لإلنا إن شاء الله بظلك تعطينا وإيدك طويلة 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 صلحني إلا بالله فتجرح لأحكي ما كيش ولا كلمة عفلاني زي أنت بعدين سألوني وأنا جاي متوجهت السؤال لصديقي فايد حسب الخطبة اللي هو عملها نجاح لإلنا للأحمر حسب التخطيط اللي عمله فايد حكيتش مع صديقي معاد خضفنا عبواني بس كلنا شو التخطيط كذلك هذا إشي زي ما قال وحنص الإيمي سامي سري سري فقا متوجه في اسم الكل جمهور الفريقين إنو يتحلّف الروح الرياضية وأنا واثق من شباب بلدنا ومن الأخوان اللي بيجووا عند الولاد والأصدقاء تابعون راح يكون ديربي فيه طبعا بعد الديربي اللي كان مع قوالة ساير برجعوا بتذكر غلبونا قوالة ساير وكان يتشقي على بوموزي كان كامل بتذكر أما ظلينا بلد واحدة وظلينا هاي مش مهم إذا سمعنا من هون و هناك في الفين ثلاث تلاف بني أدم غنوية من هون غنوية من هون وغنوية من هناك ولكن نحن على طبق واحد ايد واحدة نتمنى لفريق القويل ومكابي يظلوا في هاي الوحدة ونجاح للفريقين في المستقبل شكرا اللي لكم أول شي نحن كلنا أهل بلد زي ما قال بيوسف أخر شي بروح على نفس الشارع بروحش من الجندية سمعين من نمرك من الشارع الشارع أهم شي روح رياضية أول شي نحن كلنا أهل بلد وكلنا كتلة وحدة في هاي البلد والبي بقفوس مبروك عليه والدوري بعد على حسب راي طويل ونتمنى لكم النجاح والتوفيق للجهتين وربنا يوفقهم سنين تشقي هذا حرام ممنوع التشقيه وعبدو هذا الإلكم والذي تشفت على العبدو ورغو عمليس شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم